ليبيا تغوص في مستنقع من الأجندات الخارجية التي توظف أشرس المرتزقة وتستخدم الطائرات المسيرة والأسلحة الدقيقة في صراع يلحق أفدح الضرر بمصالح الليبيين ويفتك بهم هذا الكلام لممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة المسؤول الدولي راهن على قمة دولية ستعقد في برلين لكي تخرج ليبيا من أزمتها الخانقة المهيان الختامي للقمة سيشمل ستة ملفات تقدي بالعودة إلى العملية السياسية بقيادة ليبيا وإجراء إصلاحات اقتصادية ووقف النار وفض تطبيق حظر توريد السلاح وإجراء الإصلاح الأمني ووفقا لسلامة ستتمخذ القمة عن تأليف لجنة متابعة تعمل إلى جانب بعثة أنسم الدولية للإشراف على وقف إطلاق النار وإحكام منع توريد السلاح بين أمور أخرى أما ممثل حكومة الوفاق الوطني فحمل دولا أعضاء في مجلس الأمن الدولي المسؤولية عن الكثير من المجازر المرتكبة في ليبيا التي لا تميز بين مسكن ومصنع وهذا الوضع كما تعلمون ناجم عن الخلافات في هذا المجلس حول الوضع في ليبيا والذي يجب أن يعمل جميع أعضائه للوصول إلى صيغة اتفاق يمكن من خلالها إيقاف المجازر والجرائم التي تشهدها بلادي واتهم سيالة الكثير من الدول التي لم يسمها بتزويد الميليشيات والمرتزقة بأسلحة نوعية لا تمتلكها حكومات كما حمل على استمرار فرض حجز على أرصيدة ليبيا في الخارج بينما البلاد تستجدي المساعدات الإنسانية الملحة لسكانها معاناته الليبيين تتفاقم والأمم المتحدة تستنجد بالدول المؤثرة من أجل وضع حد للناس في الليبي لكن أجندات الدول متضاربة ما يجعل التفاؤل بحل قريب للأزمة الليبية قد يبدو وكأنه ضرب من التمني نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين ترجمة نانسي قنقر